واحد اذا نتواصل وياكم متابعنا الكرام عبر وكالة جيميديا في هذه المتابعة الاخبارية من مدينة غزة ابدأ معكم بهذا الخبر العاجل الذي وصل جيميديا قبل قليل حيث اعلنت اونعت حركة الجهد الاسلامي القياد اياد الحسن عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في صرايا القدس الذي استشهد برفقة شهيد اخر عصر هذا اليوم بعد ان استادفت الطارات الحربية الاسرائيلية بعدد من السواريخ شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة ما ادى الى استشهاد القياد الحسني ومساعده حتى اللحظة لم تعرف هوية مساعده بسبب انه وصل الى مجمع اشفاء الطب اشلاء ممزقة وهذا بسبب الغارة العنيفة التي استهدفت هذه الشقة السكنية التي كانوا يقطنون بها هذه العملية الجبانة ادت ايضا الى اصابة عدد من المواطنين بينهم اطفال وصلوا جميعا الى مستشفاء الشفاء الطبي ووصفت جراح بعضهم بالخطيرة هذا من ناحية من ناحية اخرى قبل قليل لمتابعين الكرامة اطلقت الطائرات الحربية الاسرائيلية بعدد من السواريخ على منزل يعود لعائلة ياسين في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة مما ادى الى تدمير هذا المنزل الكامل وادى ايضا هذه الغارة وهذا الضمار الكبير بحق منزل عائلة ياسين الى اضرار جسيمة بحق المنازل المجاورة لا سيما بان هذه المنطقة هي منطقة مأهولة بالسكان بالتالي ربما يكون هناك اضرارا كبيرة في هذه المنطقة في منطقة الزيتون ايضا كان هناك مساء اليوم استهداف اخر بالقرب من محيط مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح وسط القطاع بالتالي الطيران الحربي في هذه الاونة يقوم باستهداف عدد من المنازل منازل المواطنين في كافة ارجاء القطاع ايضا مساء هذا اليوم كان هناك استهداف اخر لمنزل يعود لعائلة زكارنة في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة ما ادى لتسوية هذا المنزل بالكامل ايضا في اطار عملية استمرار هذا التغول الصيوني بحق ابناء الشعبين ايضا كانت هناك استهدافات اخرى من قبل الطيرات الحربية الاسرائيلية لعدد من الاراضي الزراعية في كافة ارجاء القطاع هناك كان استهداف في منطقة الشجعية شرق الشجعية لارض زراعية ما ادى الى ضمار كبير في الاماكن المجاورة من هذا الاستهداف ايضا هناك طائرات الاستطلاع في هذه الاونة كما تصنى المعلومات تقوم باستهداف منزل لعائلة عبيد قرب مستشفى الشهداء الاقصى بدير البلح وسط قطاع غزة في هذه الاونة اذا طائرات الاستطلاع تستهدف بساروخ واحد حتى هذه اللحظة متابنة الكرام منزلا يعود لعائلة عبيد قرب مستشفى الشهداء الاقصى بدير البلح وسط القطاع ايضا ننوى في هذه اللحظات ايضا طائرات الاحتلال تدمر او تستهدف ارضا زراعية شرق مدينة دير البلح بالتالي الاحتلال وطائرات الاحتلال الحربية تقوم في هذه اللحظات متعمل الكرام بسلسلة غارات عنيفة على اراضي زراعية وعلى عدد من منازل المواطنين في هذه اللحظات ننوه بان طائرات الاحتلال لا تزال تحلق بشكل كثيف في ارجاء قطاع غزة في هذه اللحظات يسمع بين الحين والاخر دخول للطيران الحربي وطائرات الاف ستة عشر تحلق بكثافة وعلى مستويات منخفضة في انحاء قطاع غزة ايضا نذكر بان كان هناك عدة مؤتمرات صحفية اليوم في مستشفى الشفاء بمدينة غزة كان هناك مؤتمرا لوزارة الصحة الفلسطينية التي حذرت من استمرار تدعيات هذا العدوان الاسرائيلي على القطاع في ظل اغلاق المعابر في قطاع غزة نحن نتحدث عن معبر كرم ابو سالم شرق القطاع المغلق منذ بدء هذا العدوان الاسرائيلي وتمنع سلطات الاحتلال من دخول المستلزمات الطبية وشاحنات الوقود ومواد التموين الى القطاع وايضا تقوم سلطات الاحتلال حتى هذه اللحظات باغلاق معبر بيت حنون ايرس شمال قطاع غزة ما ادى لتفاقم حالاتها المرضية ليسيما نحن نتحدث عن اكثر من ثلاثمائة مواطن كان يتعلاجون في مستشفيات الضفة المحتلة والقدس وحتى في الاراضع في الاراضع عام ثمانية واربعين وهذا بالتالي يفاقم من اوضاعهم الصحية لا سيما بان وزارة الصحة خلال مؤتمر لها اليوم كما تحدثت حضرت من استمرار هذا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال بعدم ادخال المستزمات الطبية والادوية وكذلك كل ما يتعلق بالمستشفيات وهذا ما ينذب كارثة حقيقية على مستشفيات القطاع أيضا سلطة الطاقة حضرت من استمرار اغلاق معبر بيت من عفوا من استمرار اغلاق معبر كارم ابو سالم جنوب شرق مدينة غزة وبالتالي الاحتلال حتى هذه اللحظة يمنع ادخال الوقود الى القطاع وهذا ما حضرت به سلطة الطاقة بانها خلال 72 ساعة سيتم ايقاف محط التوليد الكهرباء في حال عدم دخول الوقود للمحطة بالتالي قطاع غزة ينذر بكارثة حقيقية في ظل استمرار هذه المعابر الوحيدة لقطاع غزة إذن كما تشاهدون في الصورة حتى هذه اللحظة هذه الصورة تأتيكم مباشرة متابنة الكرام من وسط مدينة غزة ننوه بين الحين والآخر نسمع دوي عدة انفجارات هذه الانفجارات ناتجة عن استمرار المقاومة الفلسطينية باطلاق عدد من صواريخها وقذائفها صوب مناطق الغلاف شرق قطاع غزة ايضا نذكر بان هناك صفرات الانذار تدوي في عين حبصور في هذه اللحظات اذن نذكر بان متابنة الكرام بان المقامة الفلسطينية لا تزال تواصل قصفها ودك المستوطنات والمقتصبات الصيونية بعدد من السواريخ في هذه اللحظات ايضا ننوه بان طائرات الاحتلال الحربية تستهدف ارضا زراعية قرب منطقة الوردة الحمراء بحي السلام في محافظة رفح جنوب القطاع اذن في هذه اللحظات تقوم طائرات الاحتلال باستهداف ارض زراعية قرب منطقة الوردة الحمراء بحي السلام في محافظة رفح جنوب قطاع غزة حتى اللحظة لم تردنا معلومات حول اذا كان هناك اصابات في صفوف المواطنين جراء الاستهدافات المتكررة والمتواصلة على محافظة رفح جنوب قطاع غزة حيث كانت هناك استهدافات في دخول ساعات المساء لعدد من الاراضي الزراعية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة اذا نذكر بانطرات الاحتلال مرة اخرى تعاود قصف في هذه اللحظات منزلا يعود لعائلة يسين في حي الزيتون شرق مدينة غزة بعدد من السواريخ ما ادى الى تسوية هذا المنزل كما يفيد للزملاء الآن اذا ضمار كبير الآن متابعنا الكرام في منزل يعود لعائلة يسين بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل طيرات الحربية في حي الزيتون شرق مدينة غزة بالتلو ربما يكون هناك اصابات في صفوف المواطنين لا سيما كما تحدث بان هذه المنطقة مقتضة بالسكان وعدد مأهول من المواطنين يسكنون في حي الزيتون لا سيما بان المنازل في هذه المنطقة متلاسقة بالتالي ربما يكون هناك اضرارا جسيمة وكبيرة في صفوف منازل المواطنين في هذه المنطقة اذا ربما تستمون فيها الخلفية لأصوات طائرات الاحتلال الحربية في هذه اللحظات ايضا وزارة الصحة الفلسطينية في هذه اللحظات كما نتابع وتقول بان عدد الاصابات ربما في الدقائق والساعات القادمة يزداد في ظل استمر هذه الغارات الاسرائيلية العنيفة على قطاع غزة حتى اللحظة اكثر من مئة اصابة وصلت مستشفيات القطاع واكثر من خمسة وثلاثين شهيدا اجمال عدد شهداء العدوان الاسرائيلية